التضييق على حرية الصحافة والحريات العامة عنوان تجربة سوداء تعيشها صنعاء ويراد لها أن تنتقل إلى عدن الوضع الملشاوي الذي تعيشه العاصمة صنعاء بفعل انقلاب الحوثيين يتم استنساخه في عدن اليوم تحت لافتة الأحزمة الأمنية والنخب هذه الكيانات التي تسببت ولا تزال في إعاقة حضور الدولة أصبحت اليوم عصاً مسلطة على حرية الصحافة والحريات الشخصية للمواطنين مصادر أعلامية أبلغت قناة بلقيس أن هناك قائمة سوداء بنشطاء سياسيين ممنوعين من الظهور الإعلامي من عدن أحدهم المرحم فهم السقاف والذي تصطيفه القناة بشكل مستمر وقبل أشهر قامت ميليشيات تابعة للإمارات باقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة وإحراقها مضطر إدارة المؤسسة إلى نقل مقرها إلى مدينة مأرب واستئناف عملها من هناك عدن التي يفترض أنها عاصمة الحكومة الشرعية والمدينة التي ينطلق منها مشروع التحرر من الإنقلاب أصبحت تشبه عاصمة الإنقلاب صنعاء وسط عجز تام من الرئيس هادي وقيادة الشرعية في إيقاف هذه الممارسات الملشوية والعنصرية التي أصبحت شأناً يومياً في عدن مراقبون يقولون أن عدن يراد لها أن تكون هكذا من طرف التحالف العربي الإمارات التي تعد الأبى الشرعية للميليشيات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية تدير المصالح الأمنية والاقتصادية في الجنوب في مخالفة صريحة للأهداف التي أعلنتها ولازالت تعلنها فقط في المحافل الدولية واللقاءات الرسمية والسؤال اليوم هل سيسمح الرئيس هادي باستكمال مشروع ملشانة عدن من قبل الإمارات وأدواتها المحلية؟ هل سيسمح بأن تلحق عدن بعد صنعاء ويفشل للمرة الثانية في إنقاذ البلد؟ الكرة في ملعب الرئيس وفريقه الحكومي؟ وحتى لو كانت هذه رغبة التحالف في إبقاء عدن بين دوامة العنف والقمع فإن المسؤولية القانونية والتاريخية لن تعفى منها الشرعية أولا ولا دول الجوار في المقام الثاني